السلام عليكم اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير بما اننا على ابواب شهر رمضان المبارك اليوم حبيت ننزل كذلك هذا الفيديو اللي ما خديش حقه مع انه يعني جد رائع وهذا الفطيرة جد لديدة رح نقدم لكم فطيرة تدفيرة العملاقة الرائعة وسحتاجه في المقادير في روعة انتانا حطيت 500 قرام فارينة بيضة ربع كاز زيت ملعقة صغيرة انتا ملح وملعقة صغيرة انتا خميرة مدوبة في نصف كاز ماء دافي مع ملعقة صغيرة سكر ثم نخلطه كلش نحطه في وعاء تالبيترا ونبدأو نلمو بالماء الدافي ونخليه لاباة انتانا تتعجن اعفوا انت تعجن نحصلوا على جينة طرية تتلاسق بهذا الشكل نكورها ونغطيها ونخليها تخمر حتى يضعف الحجم انتاحها كليا كما راكم تلاحظو تقدروا تستغنوا على البيترا هنا في هاد القدرة راح نحضر لفاقص اللي هي زوج حبة طماطم كبار مرحيين خليتهم كما راكم تشوفو في الزيت ندلهم كمية من اللحم المفروم وكمية من الزيتون المقطع ونتبلهم ونخليهم يطيبو حتى لفاقص يعني تنشف من الماء هذي كنتحها بشان بعد يعني ما تقطع لانيش لا جينة تانا بعد ما خمرت لابات كما راكم تلاحظو نقسمها الى قسمين بهذا الشكل نفتحها رقيقة وبشكل طولي على شكل مستطيل بالاستعانة بالفيرينة نحاولو نديرو شكل مستطيل هنا لاحظت باللي المقطع معاود ما عليش في الاعادة افادة هنا يشوفو الطريقة كما قلت لكم بعض الفيديوهات اللي درتها في بداياتي ملقات يعني ملقات تجاوب لانو كما راكم في الاول تكون شوية ناقصة المشاهدة حطيت المهم جاحت المستطيل هنا يا ورقة الطبخ باش مبعد نقدر نهزفها في الماء مبعد حطيت لفاقص هكا في الوسط ودرت شرائط على الطرفين بالماء وحطيت الجبن كما راكمت لاحظو ثم بديت نغلق بالتناوب بهذا الشكل كما كندفره ومبعد خديت هنا يا بيضة كاميلة خلطتها جيدا هذا الفيديو لانو اللي راح يفيدكم خصوصا في رمدان ملاح هذا الفطائر فحبيت ننزله لكم في نفس الوقت نطل عليكم يعني بسبب غيابي هاد الفترة زينت بالجلجلين وبالسينوج وندخلهم يطيبو في فرن نخليهم اولا يزيدو 15 دقائق ونطيبهم في فرن تمسخن مسبقا على ميتين دراجة وبعد ان شاعل عليهم يحماروا من الفوق وهذه هي النتيجة اخواتي يجيو اخف من القطن ومساف ابنان اذا عجبتكم وصفة اليوم ديروا ليشان في الفيديو وانتظروني في فيديو لاحق مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة